أكدت سوها سعيد وكيل لجنة السياحة بمجلس الشيوخ عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحوار الوطني جاء مطمئنا منذ بداية الجلسات وأشارت إلى أن الأمانة العامة للحوار الوطني كان لديها القدرة على استعاب جميع الأراء أنا شايفة أن الحوار الوطني رغم كل التخوفات التي كانت مثارة قبل قامة الحوار إلى أنه جاء مطمئن جدا بداية من جلسات المحور السياسي والحقيقة كان فيها حالة من حالات الزخم والسخونة كلنا تبعناها بس هو نجحت جدا وكان يعني قادر أقول أن الأمانة العامة كانت قادرة على استعاب الجميع وكان الحقيقة كل الأطراف المشاركة كان عندها إرادة لإنجاح هذه الجلسات والتعبير عن أراءها والتناول الصحي إن صح التعبير للموضوعات النهاردة إحنا في المحور الاقتصادي اللي بعتقد أنه يعني محل متابعة معظم المواطنين وللمزيد ينضم لنا موفدة رفزون المصري كريم بيبرس من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني كريم بعد التحية ضعنا في الجديد لديك تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل منذ صباح اليوم بدأت فعليات اليوم الثاني وتحديدا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني تم استهداف ملفين همين اليوم وهو العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية الخاصة بالمواطنين وأيضا ملف السياحة إذا بدأنا بملف السياحة فتم مناقشة في الجلسة الأولى التي بدأت في الحادية عشر صباحا وحتى الثانية بعد منتصف الظهر أو حتى الثانية والنصف بعد منتصف الظهر تم مناقشة آليات تطوير السياحة والقوانين والتشريعات الخاصة بالسياحة وأيضا آليات جذب نوع جديد من السياحة والطرق أيضا تطوير السياحة بشكل العام المصري إما عن طريق التطور التكنولوجي الجديد وعرض الأثار المصرية عن طريق الإنترنت أو حتى طرق جديدة لجذب أنواع جديدة وجنسيات جديدة أيضا من السياح لجمهورية مصر العربية سواء عن طريق زيادة عدد الغرف الفندقية أو حتى زيادة عدد الطائرات وأيضا زيادة الخدمة وتجديد نوع الخدمة بشكل عام هذه كانت نقطة أما الجزء الخاص بالعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية فدما مناقشة ما تم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع والدعم الذي وصل للمواطنين خلال الفترات السابقة خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم ومصر بالتحديد بالطبع كانت جزء من هذه الأزمة الاقتصادية العالمية كان هناك حديث عن كيف تساهمت الحكومة بشكل عام والجمعيات المختلفة في تخفيف وطأة هذه الأزمة الاقتصادية على المواطنين كان هناك أيضا مشاركة مميزة في حقيقة الأمر في هذه النقطة بالذات من مواطنين جاءوا من محافظات بعيدة تم تسجيل بياناتهم على موقع الأمان العام للحوار الوطني وجاءوا ليشاركوا اليوم في هذا الحوار الوطني ليعرضوا آرائهم فيما يتعلق بالآليات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وكيفية تخفيف هذه الأعباء عن المواطنين وحتى كان هناك مشاركين من حرب أكتوبر المجيدة الذين جاءوا ليتحدثوا عن حقوق حتى المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة لهم بالطبع كل التحية والتقدير ثم بعد ذلك بعد الساعة الثالثة بدأت جلستين أخريتين هذه الجلستين يعني ليت جذب الاستثمار السياحي في مصر وكيفية تشريع قوانين جديدة وأيضا التعامل مع معوقات الاستثمار التي من الممكن أن تعرق الاستثمارات السياحية الجديدة كانت هذه الجلسة الجلسة الأخرى كانت أيضا متعلقة بالعدلة الاجتماعية وتحديدا الحماية الاجتماعية عن طريق ما تم تناوله أو ما تم التعامل معه فيما يتعلق بملف التموين وما يقدمه التموين للمواطن المصري وأيضا أليات لتطوير هذه الأساليب للتعامل مع التموين للمواطن المصري وكيفية أيضا تحسين الجودة وتحسين أداء خدمة أيضا تقديم الخدمة في حد ذاتها للمواطنين نازلت حتى الآن هذه الجلسة المستمرة سواء القانون الخاصة بالحماية الاجتماعية وأيضا الجزء الخاص بجذب الاستثمار السياحي ما زالت هاتين الجلستين المستمريتين سننتظر في نهاية اليوم بعض التوصيات أو حتى بعض النقاط العريضة الذين ستتفقوا عليها في محاولة لوضعها أو تسليمها للأمانة العامة للحوار الوطني بيتم منقشاتها مرة أخرى وعرضها مرة أخرى في الأسبوع القادم نعم الزميل كريم بيبارس من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني شكرا جزيلا لك